أكثر من عامين مرة منذ أعلن عن التوصل في ستوكهولم إلى اتفاق للهدنة في مدينة الحديدة اليمنية اتفاق ولد ميتا منذ اليوم الأول بحسب ما يراه محللون يمنيون ولا عجب في ذلك فعملية إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من الميناء والمدينة بحسب الاتفاق لم ينفذ بل إن البند الأول الذي ينص على وقف إطلاق النار في المدينة لم يطبق إذ تشهد المدينة ومدرياتها الجنوبية منذ إعلان الاتفاق معارك متقطعة وقصفا متبادلا خلف مئات القتلى من المدنيين والعسكريين وكانت حصيلة الضحايا أكثر من ضحايا المعركة إبا نتقدم المقاومة وصولا إلى الأحياء الشرقية في عام 2018 قبيل إعلان الاتفاق من هنا فإن كثيرا من اليمنيين يرون أن السعودية والحكومة الشرعية في اليمن إذا ما أرادت وقف هجمات الحوثيين على كل الجبهات وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فسيكون عليهم التحرر من الضغوط الدولية وشن عملية خاطفة لانتزاع ميناء الحديدة ما سيشكل ربما أقوى ضربة لميليشيا الحوثي منذ بدء الحرب لأن اقتصاد الميليشيا يقوم معتمدا على هذا الميناء المطل على البحر الأحمر كما أن سواحل الحديدة تشكل منفذا مهمة لوصول الأسلحة والدعم اللوجستي من إيران إلى الحوثيين وفي ظل التقدم الذي أحرزته قوات الشرعية على جبهة تعز مؤخرا يرجح مراقبون أن المواجهات الحالية قد تفتح الطريق لربط القوات الحكومية في تعز بالقوات الموالية لها في الحديدة ما يؤشر ربما إلى قرب اندلاع معركة جديدة في الحديدة تنسف اتفاق ستوكهولم وتعيد إلى الواجهة خيار الحسم العسكري لحل الصراع اليمني